بالنسبة لأوديو قصي ما شفت الصور لليوم نهائيا وأصلا لما تواصلت مع أشخاص معنية عدنا يعني تربطنا باللي يصير بالبلد بعد أن خرجنا يعني جماعتنا نكروا تماما أنه ذول أوديو قصي اتضح بعد مرور مدة إذا أقولك بعد مرور ثلاث سنوات أنه أخفوا الموضوع عنه وباستمرار يقولوننا زينين دا يقاتلون حفاظا على معنوياتنا لأنه كنا أيضا في ظروف صعبة النساء يعني النساء تركوا البلد مع أولادهم كبارهم موجودين بالبلد فكانوا يحافظون على أنه النساء تبقى معنوياتها عالية مو ثلاث سنين سنتين وشوي لا يعني هنا ننطوني الخبر كما هو لكني ما شاهدت ولن أشاهد ولن أشاهد عرفت حقيقة ما جرى قطعا نعم كيف تم القبض عليهما وقتلهما كذلك المعلومات موجودة بالإنترنت أرجعها معلومات ما أريد أتصفحها وتهجعني وما أريد أذكرها أطلاقا أكيد متوافرة للجميع كانت وشايا نعم كان وشايا ولكن لغا أنت شقيقة عودي وقصاي أكيد لديك جانب آخر من القصة غير متوافرة في الإنترنت أنا بالكتاب ذكر التفاصيل كثيرا نعم مذكراتك يعني أنا ما رح أقول لك ما أقول هلأ أحرق الكتاب لا ما يهمني أنا يهمني أن تخدم الحقائق كما هي ونخلص من القال والقيل وشايا نعم كانت أكوي شايا والواشي موجود والواشي يتنقل بين دول أجنبية وأحيانا دول عربية رغم أنه ضاق الخناق عليها لديك الدليل القاطع بأنه هو هذا هو الشخص قطعا نعم هذه الدليل القاطع ترجمة نانسي قنع